مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى درسنا الجديد بعنوان القضية الأدبية معايير نقط الشعر والنفر أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة يتعرف عناصر العمل الأدبي يتعرف مقاييس قوة العاطفة وصدقها يتعرف الخيال الكلي والجزئي يتعرف المقاييس نقض الأفكار والمعاني يتعرف مقاييس نقض الإسلوب القضية الأدبية معايير نقض الشعر والنفر يمكن تعريف الأدب بأنه فن الكلمة ويضم الأدب الشعر والنفر وللعمل الأدبي عناصر أساسية يتكون منها وهذه العناصر يمكن أن تقسم تقسيما تقريبيا إلى أربعة أقسام العاطفة والمعنى والاسلوب والخيال أكمل عزيزي الطالب قراءة الدرس حتى النهاية قراءة معبرة وتمعا فيها وتفكر والآن ننتقل إلى أسئلة تقويمية وكما تعرفون أعزائي الطلاب شعارنا دائما فكر ثم أجب السؤال الأول للعمل الأدبي عناصر أربعة اذكرها ثم بيّنها من خلال الأبيات التالية اقرأ الأبيات الموجودة أمامك بشكل صحيح ثم انتقل إلى الإجابة العاطفة صادقة تنبع من قلب موجوع لفقده ولده تفيض بمشاعر الحزن والتسليم بقضاء الله والقدر مع الغضب من الناس حوله الخيال استخدم الخيال الجزئي عندما شبه ابنه بالكوكب على سبيل الاستعارة التصريحية وكنا بالموت في قوله جاور ربه وغيرها الأفكار والمعاني والأسلوب أحسنت كما هو مدوّن أمامك السؤال الثاني فيما يفترق أسلوب الشعر عن أسلوب النثر موسيقى الشعر هي العلامة الفارقة بين الشعر والنثر السؤال الثالث للعاطفة دور كبير في العمل الأدبي ناقش ذلك من خلال قول الشاعر محمود غنيم إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه ويحى العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه الشاعر يعبر عن مشاعر الألم والأساء لما آل إليه حال العرب ويتحسر على الماضي المجيد بصورة صادقة حية السؤال الرابع رسم الشاعر الأندلسي صورة فنية جزئية وكلية للطبيعة بيّن أجزاء هذه الصورة اقرأ الأبيات عزيز الطالب ثم انتقل إلى الإجابة لاحظ معي الصورة الجزئية الأرض قد لبست استعارة مكنية رداء أخضر استعارة تصريحية إلى آخر الإجابة الصورة الكلية تأتي من خلال رسم الشاعر لوحة متكاملة عن الطبيعة في فصل الربيع تفيض بالألوان والحياة والحركة أخضر وأحمر ولبست وينثر السؤال الخامس للعمل الأدبي عناصر يقوم عليها منها عنصر يسمى الفكرة اذكر معيارين من معايير الحكم على جودة الفكرة مقياس التجديد والابتكار مقياس الصحة والخطأ السؤال السادس قد يستعمل الأديب القاموس اللغوي الذي يعبر به أكثر الناس ولكنه يعيد انتاجه في تعبير جديد ناقش ذلك الإجابة وهذا ما يسمى بالسهل الممتنع فالألفاظ سهلة واضحة لا تحتاج توضيحا ولكنه يعبر بها بطريقة إبداعية مبتكرة السؤال السابع السابع اقرأ الأبيات ثم حكم عليها من خلال دراستك لمعايير نقد الشار من حيث العاطفة والفكرة والخيال والموسيقى الخارجية والداخلية فالعاطفة يظهر يظهر الشاعر الإعجاب بسرعة الخباز ومهارته في صنع الخبز الفكرة وصف خباز وهي من الموضوعات الجديدة في الشعر العربي التي ظهرت في العصر العباسي أكمل متابعة الإجابة عزيزي الطالب أحسنت كما هو مدون أمامك وإلى لقاء آخر أستودعكم الله دمتم في حبه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته